اللي بقولك ايه يا حسن هو انت خدت معاك المفتاح بتاع البيت عشان انا نسيته خالص وما خدتوش معاي انت بتقول ايه انت بتكلمه بجد ما جبتوش المفتاح بتاعك معاك لا ما جبتوش معاي انا قلت يعني احنا نروح لأول الشارع ونرجع تاني ما خدتوش وبعشانة يعني انت عارفني انا طرح ما شلتش الشنطة يعني يبقى مش اخد حاجة معايا خالص وفعلا سايب الشنطة في البيت قلت مش مستهلة يعني شنط طب يا شيخة كنت اخدت معاك المفتاح حتى في ايدك اغصى عليك الوقت هنعمل ايه لانا معايا المفتاح واعتمدت عليك ولا انت معايا المفتاح واعتمدت علي طب هنعمل ايه دلوقتي متاش يا سايب عند مامتك مفتاح كده ولا كده من ورايا يا ختم انت من يومك جوزت وانا قلتلك قلتلك لقد الماما مفتاح اسيبه معاها في البيت ايه عشان لو احتاجنا حاجة ولا حصل اي ظرف زي اللي احنا فيه دلوقتي اخد منها المفتاح قعدت وقلتلي لأ ومش لأ ومش بحبه وخصوصية وانا مرضاش ازعع عليك وما ده تلاقاش حاجة انت عارفة دلوقتي ايه اللي هنطرر ان نعمله هجيبه واحد عشان اكسرلي الكلون ويغيرهولي ويجيبلي كلون تاني جديد امشي امشي يا شيخ انا عارف انها خروجة زي الهم وقرف ده حاجة تعرف يا السلام ما انت كمان ما جبتش المفتاح بتاعك معاك لسه كتير يا باشا ولا ايه بركب فيها اهو يا بيه وانا بعمل اي يعني ما انا بركب قدامك اهو ايه يا ابني ايه يا ابني الخبط والرزع ده كله في ايه اصلا انت سيت المفتاح بتاعي وكمان حسن اسا المفتاح بتاعه جوه فبنغير بقى كلونه نجيب مفتاح جديد عشان انت بتسمع كلام امك ما انا قلتلك قلتلك تسيبلي مفتاح في البيت عنده احتياطي عشان يابني لو احتاجت حاجة ولا بتاعه انت مش موجود قدت قلتلك لعصطيب تزعل عصطيب تتقمص خلت تنفعك بقى يا اخويا دلوقتي تدفعلك اه مية وخمسين جنيه اقل لحاجة اه والله حاجة فلوس من الهو ده عايز متين وخمسين جنيه بقى سمع كلام امك بقى لما اقولك هات مفتاحي عندي يعينه واسيبه عندي شوف الموقف اللي انت فيه ده كان ممكن اجيب لك المفتاح وقال لك اخوي ويفتح وادخل ولا كنت تتغرم الفلوس ده كلها اشرب بقى يا اخويا اللي يمشي ورا مراته وشورتها قررتني يا اماما ما سمعت كلامها فعلا عندك حق بعد ايه يا اخويا بعد ما خلاص بعد خراب ملطة ما انت يا اماما يا ما قلتلك وانا صحتك على حاجات كتير اول ما كنتش تسمع كلامي كنت تمشي ورا كلامها وشورتها خلها تنفعك لو عايز تنزل تقعد عندي تحت انت ومراتك تعالى على ما رجل ما يخلص شغل لا اخلاص يا اماما هانتها ايه هو خلاص بيخلص بقى اسمع الكلام وهات مفتاح عنه لك عندي عشان لو احتاجت انا حاجة ولا حاجة وانت مش موجود انت عارف اختك برضو كبيرة ومش ينفع تنزل الشرعة كل شوية وبعدين انت برضو لو حططت في الموقف زي اللي انت تحططت في ايدها دلوقتي تلاقي مفتاح تدخل تمام يا ماما راجل بس خلاص واجيبلك مفتاح على طول انت فانا هتدهى مفتاح اه هدهى مفتاح بدل الوقف على السلم ملهاش لحة اللازمة والفلوس اللي عمت تترامى في الارض دي بس انت عارف رأيي في الموضوع ده انا مش بحب كده انشاء الله عنك محبيتي مش عايز كلام كتير ورطراتة بقى ملهاش لازم عاجبك الوقف اللي احنا وفينها على السلم دي اه يا رايس لسه كتير ولا ايه تمام يا باشا اتفضل ادخل بقى البابة اهو قدامك والمفاتيح كمانة اه يلا ياخت يلا ياخت عشان ندخل ولا عاجبك الوقف على السلم انا هنزل دي لوم المفتاح تخليها عندها يوه ما كنتش عايزة سيب لها المفتاح انا مش بحب حد يبع عنده مفتاح ليه هم حشريين وبيحشروا نفسهم في كل حاجة ومش بعيد ولا تحت الاهم تلعوا بيتي وقاعدين فيه وبياكلوا ويشربهم وياخدوا حاجات من وراي كمان لو فتحت بقى دلوقتي عادي قولي مش كيفا وقفيتنا على السلم انت السبب مش انت السبب وهيجيب كل اللوم عليك كمان لو كان هو كمان منساش المفتاح يلا بقى استغفى الله العظيم يا رب انا حطيت يا امام المفتاح في الدرج بتاع الكمبيوتر ده خلي بالي كمان بس عشان ما حدش نطور بمين ولا شمال عشان لو حصل موكف زي اللي حصل النهاردة اقلقيه على طول واخده وانزل افتح للشيقة بتاعتي ماشي يا ابني ما هو ده لكنت بقوله من زمان بس مراتك بقى بتحكم على الاف حاجات هيفة كده يلا يلا حصل خير ايوة كان مفتاح يا امام الاول اصلا نسيبه المفتاح عندنا ما كل الناس بتعمل كده شمالة يعني هو هنعمل ايه يا اختي تحكمات الستهانم ماما هو حسن اخويا فوق ولا خرجين لا يا اختي مراته النهاردة مقضية اليوم عند دحماتها وهو بقول عنده شغل ومطبق في الشغل مش هجل لا بالله او يا مام انا زهاني قوي من قاعدة في البيت انا هطلع قاعد فوق شوية ومالو يا حبيب تطلعي هوي نفسك شوية عندهم يا اختي الشاشة قد كده كده ما شاء الله روحوا عودت فراجعة تلفزيون شوية خد شوية لب معاك وانت طلع كلي كلي حاجة كده وانت قاعدة فوق عندك المفتاح في الترابيزة بتاعت الكمبيوتر ماشي يا ماما مروقة البيت ومخاليات زي الفل فالحباس يا اختي ماجهة وولها تحت تعالي روائي معايا ولا اشتغل معايا اصلا مش قادرة انا الظهر بيوجعني انا رجلي بتوجعني لكن في بيتها زي الحسكة هيت ومنظفها البيت او شاءت عروسة بقى وغدبالها من نفسها اما تشوف المكاش بتاعها في القوضة شكله ايه الله ده عندها مكاش جميل اوي حلو اوي الرجدة هو ايه ده كمان ده عندها بجامات جميلة وطقم حلو اوي حلو اوي تقم السواري ده اما لبسه كده علي وقعد به شوية كده اعدخل اغير كده ولبس تقم السواري واشوف نفسي كده ما شاء الله علي الله هو اكبر علي اما راية اما راية والله اخسرت في الطلاق اعمل ايه بس نصيب واحدة زي امرات اخويا دين ماشية اخويا عالعجين ما يلقبطهوش وانا وانا ملحقش افرح بجوازي سنتين على بعض يلا كل واحد ياخد نصيبه بس الطاقة ما يأكل من علي حتة ما راح وقعد بقى في الصلاة كده واتفرج على التلفزيون امر امر ايوا كده الواحد يقعد كده وانبسط شوية وحس كده ان اخويا تجوز وعنده شقة واطلع وقعد فيها براحتي وعمل لانا عايزات وهما ما يعرفوش حاجة مع سوعة صاحبيتي بتحكيل انها بتطلع شقة اخوها وهو مش موجود وبتاخد حاجات كده من عند مراته وهي الغد الوقت ما تعرفش حاجة ايه ده ده صوت ده بتقفل ده ولا ايه الله الله والستك هنا بتعمل ايه فين حسن يا حسن اخويا رسه مجاش امه هو مجاش انت طلعت ازاي هنا البيت من اللي فتحلك ومن ملبسك الهدوم بتاعتي انت ايه اللي خلاكة تلبس الهدوم بتاعتي ده 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 فستانسور ايه انت ايه اللي خلاكة تلبسيه حلو علي مش كده انا اصبب بصراحة يعني بقرف البيت من ورا حد بس انا قلت اجربه ويعني واشوف شكله علي عشان لو شكله عجبني ممكن افصل واحد زيه بتقراف تلبس من ورا حد انا اللي بقرف اصلا ان حد يطلع بيتي ولا مش موجودة انت ايه اللي طلعك وطلعت ازاي واستازين تحصل قبل ما تدخلي ولا فيه ايه بالزبط استازين ايه يا بنتي اذا كان هو ذات نفسه سايب المفتاح عند ماما تحت وقال لها لما تحب اتاخد حاجة من عندي اطلعي واخد اللي انت عايزاه الا استازين ده بيت اخويا يا بنتي انت تتكلم ازاي حتى لو بيت اخوك يا ستي هو سايب المفتاح عندك تحت وهو سايبه في الدرجة الاولى عشان خطر لو حصل موقف زي اللي حصل قبل كده ناخد من عندك المفتاح لكن مش مع ان هو بيت اخوك اللي تطلعي وتبرطعي فيه وتفتح دولابي وتشوفه خصوصياتي وهدومي وحكتي وتلبس اللي انت عايزاه وتعود وتاكلي وتاخد راحتك اوي كده في البيت ايه المفتوض حتى اكون على الا الا انا موجودة افتاح لك الباب بنفسي لكن تدخلي كده بيعاد وتاخد راحتك وتلبسي وتعود تاكلي بالسواري بطاطس طبعا لو اتعكي او جراله حاجة طبعا انت هتقول لي ساعت انا ما جيتش جنبه وانا معرفش وانا عمر ما كان هيجي في دماغي خالص انت بتطلع البيت من ورانا من وراكم ايه يا بنت انت مكبرة الموضوع او كده لان؟ او انت فتحها على البحر او انت مفكرة البيت بيتك وتطلع وتاخد كل حاجة من ورانا من غير ما تستأذينه ولا تتسألي صاحب البيت ولا صاحبة البيت والله يا مام عارف ان انا طلع وانده لها حتى كمان قدامك عشان تعرفي ده ايه اللي تزوء الجليطة ده انت جيت يا بنتي ممش كنت تتخبط عليها تدخلي تقعد معايا شوية اول وكنت اعمل الكوبات شاي كده ولا حاجة طلعت علي بيتك كده على طول كده ممن غير ما حسي بيكي هو يعني لازم اخبط لحضرك وانطلع على البيت عندي ولا حاجة لا طبعا مش لازم بس انا قلت بقى تجي وتقعد معا ونسير مع بعض كده شوية عجبك يا طنت اللي بنتك عملته عندي ده عجبك اللي هي عملته عملت ايه اللي لبس وتلفستان ما عليش اصلها نفسها كان نفسها تلبس فستان صورية مما اصلاش لبسيته كان نفسها تقس ويعني كده وتشوف شكلها بيه في ايه يا ماما انت مانت بتتكلمك لا تدافق دماغها انزل تحت عالبيت ازباقين تحت عشان حط حاجات عالنار انزل اخد بالك منه يلا والفستان اللي انت لابسها ده يلا الى عيه تحت كده وهاتيه يلا هاتيه عشان نديه للمرأة اخوكي في ايه يا ماما انت عاملة كده ليه انت مش كنت قلتلي ان انت طلعة وتدافق دماغها عامل ايه ما انت لابسها فستانها هقول لها ايه عيب عيب ما كانش صح انك تلبس انا قلت تطلعت تتفرجع على تلفزيون ولا حاجة وخلاص كانت تطلعت تلاقي قاعدة بهدومك لكن لابسة هدومها عايزانة ده فوق دماغها ياشخت لها على عينك اخوكي لو جاه وشاف الموضوع ده هيقلب علينا ويتبقى مشكلة كبيرة يلا يلا حيبتينزل الى الفستان يلا وهاتيه معلش لبس فستانك يعني من وراك كان نفسها تقس فستان يعني سواريه وتلبس كده وتتهيئ انت عارفة بعد طلقها مما فيه حد فرقها خالص انا يا طانت بس عاملة انها هتاكل البطاطس ولبس الفستان وما اكلمتها ردت علي بطريقة مش كويسة وحسيتني ان هو بيتها وانها تدخل عادة واحنا مش موجودين مع اني يعني حسن اقل ان الموضوع ده عمره ما هيحصل وان استحالة يعني ان حضرك تعملي كده او بنت حضرك يعني تطلع البيت يعني كده وتدخل كده براحتة واحنا مش موجودين اه طبعا استحالة حسن عنده حق بس معلش يا كاتره تتفرج على الشاشة عندك وكان فيه فيلم يعني كان نفسها تتفرج عليه والتلفزيون عندي تحت صغير كده وحقر من بتاع زمان فكات يعني 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 من نفسها كاتره تتفرج عني على التلفزيون وانتوا اصلا مش موجودين في البيت كانت تاكل شوية لبا وليه حاجة كده على فكرة كانت تتصف علي في التليفون او قالتلي حاجة زي كده ما كنتش همنع ولا هعار البيت عادي مفتوح وانا ما عندش اي مشكلة ولا عندي اي حاجة خب بها او اي حاجة وحشة يعني اقدريها لكن يعني الاستئزان يعني حاجة مهم يعني حتى القرآن الكريم ذكر الاستئزان لازم نستأذن واحنا داخلين البيوت ولازم نخبط على الباب وصاحب البيت يفتح لنا انا خطتلك الفشان بتاعك جواه في القضاء بتاعك على فكرة ممكن تغديه انا ما عندش يعني افراح ولا اي حاجة احضري بيه لا يا شكرا بعد الكلام اللي انت قلت لي ده ملوش لازمة بقى خلاص انا بس يعني اتخضرت بصراحة لما دخلت ولاقيتك قاعدة وبتكلب الفشان السواري بطاطس محمرة وانت عارفة يعني الزيت وكده ولو في اي بقعة مش هينفع وانها تطلع يعني والفشان هيبقى باص كله على بعضه انا والله كنت واغدة بالي وما كنتش هبقى على اي حاجة وكنت يا دوب لسه قاعدة بس انت ساعة ما دخلت على طول عمتا يا ست اخديه دي يا مني ليك وبعين احنا اخوات انت لو كنت اتصلت عليك في تلفون والتيلان هطلعه عندك في الشقة شوية وانا عندي المفتاح كنت اقولك عادي ما تطلعك ايه المشكلة يعني ياس بجد اه يا ست طبعا احنا اخوات انا هام حاجة بس عندي الطريقة والاسدوب انا مش عايزة حاجة ومش عايزة اكون في بنا تلافات او مشاكل احنا عايزين نبقى يعني عائلة مع بعض كلنا وبعين احنا ساكنين في بيت واحد انتو في الدور الاول وانا في الدور التاني يعني قريبين لبعض خالص ربنا يكملك بعقلك يا بنتي وربنا هيحميك كده وتفضل على طول كده هو حلوة وجميلة معانا يا سلام كده لما تبقى مرات الابن حلوة واحنينة وطيبة وتبقى الحامة جميلة وتحب مرات ابنها والاتنين يخافوا على بعض والله العظيمة تبقى عايشة جميلة وابنك هيعيش متهني وهيبقى سعيد في حياته يا سلام لو كل واحد فيهم يطنط شوية ويعدي حاجات مش لازم تقف على الوحدة ومش لازم كل واحد يقف لتاني على كلمة او على نظرة او على بصة او قلي او عملي وتعمله مشكلة او حكاية وفي الاخر الابن هو اللي بيقع في النص ما بين كنتو الاتنين بيبقى مش عارف يراضي مراته ولا عارف يراضي مامته ويعمل مشكلة ما بينهم هما الاتنين طب لي ايه اكبروا دمكو شوي اعدهم يا ريت يا ريت كل مرات ابن تعتبر حامتها زي مامتها وكل حما تعتبر مرات الابن زي بنتها بالضبط الدنيا تبقى حلوة قوي ومش هيبقى فيه مشاكل كتيرة وديك السكنة النهاردة ويا ريت تكون عجبتكو فعلا وما ننساش نصلي عنابي في كومنتو كل واحد يقولي رايه في التعليقات ويا ريت لو اي حد عنده قصص حلوة كده زي دي يبعتها لي ما يتأخرش علي انا عايزة قصص كده تكون نهايتها جميلة قصص ايجابية شوية تدي دفعة في الحياة والدنيا اللي احنا عايشين فيها دي اي حاجة تفرحنا كده وما تنسوش تقولوا اي رأيكم في مرات الابن والتصرف اللي الصرفاته ده كان صح ولا غلط